المهم قراصنة الشردينة دول بينهبوا البحارة والتجار وكان لازم أقضي عليهم بنفسي انت عارف يا جدو رمسيس انك أكتر ملك له أصار في زمنا في ملوك تانية ما وصلناش منهم أي حاجة يعني مجرد نقوش على جدران قالت اسمهم وخلاص ده حتى أشهر ميدان عندنا سمناه على اسمك أيوة صح يا كنوز ميدان رمسيس في مواصلات لكل حتة ده لأن الملك رمسيس التاني هو خليني أنا اللي أحكي لهم المراض يا سينو كل حكام كيمة اللي قابلي واللي هيجوا من بعدي هدفهم مش بس توفير الأمن والحياة السعيدة للبلاد وشعبها لكن كمان في هدف تاني مهم وهو إن كل شيء عملنا يعيش يعيش سنين كتير علشان كده كل نشاط أمنا بي أو حملات لتأمين الحدود كتبناه على جدران المعابد بنينا حضارة عظيمة تفضل قدام أهل البلد دي مهما حصل أنا توليت الحكم بعد والدي سيتي الأول علشان أبقى الملك الثالث في الأسرة التسعتاشر اللي بتحكم كيمة كنت وليه العهد وأنا ونفسني صغير جدا المهمة كانت صعبة كيمة كانت محاطة بالمخاطر من كل اتجاه وكان دوري إني أقضي على المخاطر دي قدرت في أول سنين حكمي إني أقضي على حركة قضها حاكم كبيل ضد حكمنا ومن بعدها أصبح تابع لحكمي هو وكل إقليم أو مكان تمرد على حاكم كيمة شفت يا سينو؟ أهو دلوقتي بقى إحنا ما بقيناش محتاجينك أهو دلوقتي بقيناش محتاجينك